أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن التاسع عشر وحتى سن الثلاثين عام وكذلك أيضا ممن تجاوز سن الثلاثين عام اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثين يوما أوضحت الخارجية أنه يرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط سرعة التسديل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم